في بداية افتتاح قناة هوت ويب قدمت لحضركم فيديو عن كيفية انشاء مدونة بلوجر من البداية لحد ما يكون عندك قلب احترافي ومدونة شكلها احترافي والفيديو ده ما شاء الله جاب كمية كبيرة جدا من التعليقات و 98% من التعليقات كانت بتشكر في الفيديو وان المحتوى بتاعه كان محترم ومجيد الى حد كبير جدا وده خلى الناس كتير اوي كانت بطلبني في التعليقات ان انا اكمل سلسلة عن الربح من الانترنت او عن بلوجر بتحديد والفترة اللي فاتت كلها كمان كنا بنقدم افكار لمشاريع ودراسات جدوة بالشكل التقليدي او المعروف بتاعها فانا قلت ان الفيديو ده يكون عن طريق مختلف او عن حاجة مختلفة ونكمل في المسيرة اللي احنا افترحنا القناة فيها كنا بنكلم عن الربح بشكل عام ونكمل عن الربح من الانترنت النهاردة هقدم لحضرتك فيديو ازاي تحجز دومين الدومين ده اللي هو النطاق ازاي تحجز دومين تربطه بالمدونة بتاعتك او بالموقع بتاعك دومين احترافي تحجز دومين خلال شركة من الشركات اللي بتقدم خدمة حاجز الدومينات الدومين مش هكون الفكرة انه انت تحجز دومين عادي وخلاص لا الفكرة انه حضرتك هتحجز دومين بتسعة وتسين سنت او باقل من واحد دولار اللي هو تقريبا في الوقت الحالي يسوي تقريبا حوالي ستاشر دولار ستاشر جنيه اسف كمان مش شرط انه حضرتك يكون معاك فيزا كارد مش شرط انه حضرتك يكون عندك مستر كارد ولا كريدك كارد ولا ديبك كارد حتى مش شرط حتى انه يكون عند حضرتك حساب في البنك لكن ان شاء الله هتقدر تحجز الدومين معانا انا اسلام فكري ودي قناة حوت ويب تابعوني اهلا وسهلا بحضرتك من جديد في البداية وكالعادة لو حضرتك اول مرة تشوفني اول مرة تشوف فيديو على القناة اتمنى لحضرتك تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك جديد الفيديوهات والمشروعات ودراسات الجدوى وافكار ربح من الانترنت اللي بنفعها على القناة ولو عاجبك الفيديو ما تنساش تعملوا لايك وتشاركوا مع اصحابك عايز اقول لك قبل ما ابتدي الفيديو انه زي ما حضرتك قريت انه ده الجزء الاول من الفيديو فالفيديو ده مش هنحجز فيه مباشرة احنا هنتكلم فيها عن ايه هي دومينات ايه هي انواع الدومينات احجزوا ليه ايه هي افضل الشركات اللي احجز منها هنتكلم عن معلومات كتير جدا مهمة تخص حاجز دومين الهوست العلاقة بينهم وايه الحاجات او المعلومات اللي المفروض ان حضرتك تبقى عارفها كويس عشان تدخل المجال ده بشكل من يحولك من شخص هاوي الى شخص محترف او بروفشنال بنصح ان حضرتك لو حضرتك شخص يعني محترف فهو الفيديو مش موجه لحضرتك بقدر كبير وان كنت اتمنى ان حضرتك كمان تشوف الفيديو قد تكون فيه معلومة تفيد حضرتك ولو حضرتك مبتدئ لسه فانصحك انك تكمل الفيديو للاخر ان شاء الله هيكون فيه معلومات كتير جدا مهمة وهيساعدك ان انت في الجزء التاني ان شاء الله لما تبتدي تحجز دومين تبقى فاهم كل الخطوات اللي احنا بنعملها وايه علاقة دومين بالموقع او المدونة اللي حضرتك بتعامل معها او الهوست اللي حضرتك هتشتريها خلونا ان نبدأ الفيديو على بركة الله اول حاجة ايه هو دومين او ايه هو النطاق النطاق ده هو عنوان الموقع بتاعك على الانترنت ففيه مواقع اللي حضرتك ترافها شهيرة مثلا زي فيسبوك فهو facebook.com Google.com مثلا عندنا Youtube.com كل الموقع دي لها عنوين بتكتب في الادرس بار اللي هو بتاع المتصفح ده بيوصلني لمكان الموقع على الانترنت اللي هو ده www.case.com او انفو او دوت نت كل الحاجات دي هي عنوان الموقع بتاعك على الانترنت زيو زي عنوان بيتك بالزبط ما اقدرش هروح الموقع من غير ما يكون عندي العنوان بتاع الموقع او ان يكون زاهر في محرك البحث ودي حاجة تانية هنتكلم عنها فانا عشان اوصل للموقع مباشرة ان Kendra عن الويب لازم يكون عندي الاسم او الانوان بتاع الموقع ومش اسم الموقع لان اسم الموقع يختلف تماما عن عنوان وانا عارف عنوان بيتي ان هو اربعة شرعة كذا في منطقة كذا في محافظة كذا هو ده العنوان بتاع بيتي لكن اسم بيتي ايه ممكن يكون فيلا الياسمين آآ عمرت الاطباء آآ برج الاهرام ممكن يكون اي حاجة مختلفة الموقع نفسه بقى اللي هو بيبقى مربوط بالدومين ده او بالنطاق ده بيكون عبارة عن آآ الهوست اللي حضرتك بتأجرها اللي هي المساحة الكلية للموقع آآ المساحة دي بتنقسم الحاجات كتير اوية كما سألها نقول ممكن يبقى فيه او اللي هي الهوست المشتركة اللي هي بتقدمها مع الشركات كتير جدا آآ ممكن آآ ابتدي من مساحة واحد جيجا واثنين جيجا وثلاثة جيجا وحاجات دي آآ وبيبقى سيرفر او في بي اس مشترك وحضرتك بتاخد فيه مساحة في عندنا المساحة اللي هي الحجر اكبر شو هي اللي هو في بي اس اللي احنا بتكلمنا عنه دلوقتي وهو جزء من سيرفر مصغر آآ برضو آآ بيبقى آآ بمواصفات معينة زي وزي جهاز الكمبيوتر لما يوجودها عندك في البيت بالضبط بيبقى متألف من آآ هارد ديسك ومن بروسيسور ومن رامات ومن امكانيات معينة حضرتك بتأجرها من شركة الاستضافة وبردو في اللي هو السيرفر الكامل وده برضو بيبقى بأمكانيات ومواصفات معينة طيب المساحة دي بيتمثل ايه بيتمثل مساحة البيت بتاعك اللي احنا لسه متكلمين عنه دلوقتي طيب في ايه تاني فيه او المحتوى المحتوى ده اللي حضرتك بتكتب وممكن تكتب اخبار اهرام جمهورية اي نوع من انواع المحتوى آآ نكتب في البرامج نكتب في التكنولوجيا اي نوع من انواع المحتوى ده هو محتوى بيتك بالزبط حضرتك بتحط في البيت بتاعك ده آآ آآ بتحط كورسي بتحط آآ ديسك بتحط اي حاجة من الحاجات دي كل الحاجات دي بتبقى هي محتوى الموقع بتاعك على طبعا ايا كان الموقع بتاعك داه اخبار اهرام جمهورية متواناة شخصية اا موقع بيقدم خدمات موقع خدمي موقع اا متخصص في نوع من انواع المحتوى ايا كان ايه هو المحتوى داه فهو هي ما ب Lehch متخصص فهي بقي سيارات مسلا السيارات دي مقسمة مسلا او متقسمة عندك حسب الموديلات بتاعيتها او السينوات التصنيع او الشركات اللي بتصنعها او البلاد اللي بتصنيعها فدة نوع من انواع التأسيم زي ما حضرتك بتقسم البيت بتاعك آآ ثلاث قوة دوصالة ومطبخ وحمام والكلام ده فهو يمكن المثال غريب شوية آآ يمكن برضو هو يبقى زي زي انه يضرب مسال انه هو يبقى زي زي المحل التجاري بتاع حضرتك فهو برضو بيبقى له عنوان واسمه معين وبضاعة موجودة فيه فهو يعني عالم افتراضي شبيه بالواقع بالزبط وده اللي هو الانترنت عموما هو زي زي الواقع بالزبط فالفكرة انه يمكن المثال شوية يبقى آآ غريب لحضرتك بس انا لو حضرتك اول مرة تسمع عن نطاق او عن آآ هست فانا بحاول اوضح لك ايه هو الهست او ايه هو النطاق بالزبط آآ طب انا امتى هحتاج النطاق ده او امتى آآ او ايه اهميته بيمسلي اهمية زي الاهمية انه بدل ما يبقى الدومين بتاعي انا حاجز آآ او عامل المدونة النفسي مدونة شخصية آآ مجانية على بلوجر فبدل ما يبقى الاسم احمد آآ محمد آآ بلوجس بوت دوت كوم فيبقى احمد محمد على طول او احمد على طول آآ دوت كوم فيبقى الاسم بتاع او اللينك او اللي هو الادرس بار آآ هكتب فيه آآ عنوان او اسم صغير جدا مقارنة بالاسم الكبير اوي اللي مش ممكن يتحفظ ففيسبوك دوت كوم ممكن تحفظها بسهولة جوجل دوت كوم ممكن تحفظها آآ بسهولة تويتر ممكن احفظها بسهولة فالفكرة انه لما بيبقى الاسم اصغر بحفظه بسهولة كمان قدام لو اه او يعني مستقبلا لما حضرتك هتبتدي تستخدم ده ده بينقلك من فكرة الشخص الهاوي الى الشخص المحترف زي ما قلنا كمان الفكرة في انه يبقى عندي اه الدومين بتاعي اه الدومين بالشكل ده اقدر انقله من المكان التاني او تحكم فيه المكان اللي هو يبقى موجود فيه فاربطه بمدونة شخصية مجانية اربطه بهوست اشتريته من اي مكان او بالاحرى اجرته من اي شركة من الشركات اه الهوست دي اه ايا ان كانت الشركة اللي موجودة عليها اقدر انقل الدومين بتاعي واربطها بيها عن طريق الدي ان اس طيب عندنا كمان كان موجود يعني من فترة انه لما كان بيبقى عندك اللي هو المدونة المجانية كنت لازم ترقي على دومين مدفوع يعني لازم ارقي الحساب بتاعي بتاع على دومين مدفوع علشان يبقى فيه امكانية ان نحط شوف العلانية بتاعتي على اي موقع انا بامتلكه اه الموضوع ده حاليا طبعا اطلاغه يعني بقى كل موقع لازم اقدمه في ادسنس لازم اقدمه لازم يتعمل له مراجعة فالفكرة برضو انه انا بستفيد من الدومين المدفوع في حاجات كتير قوي وبيسهل علي زي فكرة سهولة النقل والحمل اللي انا قدر اضيفه في اي دليل مواقع او في اي اه مكان اقدر اخد منو باكلنك طيب ايه هي الامتداد بتاع الناطقات دي هل احنا دوت كوم بس ولا دوت نيت بس لا الحقيقة انه في انواع كتير اول من النطقات منها دوت كوم دوت انفو دوت نتستائي سي دوت ا Mobil with ا lamp and a prepare up with author to the sit dot. Test or diet. Laser items where we need to إمكانها حاجات اللي هي طابعة لتقسيمات معينة ممكن يبقى اه او ار جي اللي هو اختصار مؤسسة اه انفو انفورميشن فيبقى اختصار لان هو ده موقع بتاع معلومات او كلام من ده اه ممكن يكون اه فده موقع هيشرح حاجات عن تطبيق معين فممكن يبقى سايت اه سايت ده اللي هو اختصار الويب سايت ممكن يبقى تيفي انه هو هيبقى موقع لقنات تليفزيون مش شرط كمان انه انا التزم بحاجة زي كده يعني مش شرط انه هو عشان اه مسلا اه ارج فهو هيبقى ده كده موقع بتاع اه يعني اه مؤسسة يعني احنا عندنا موقع اللي احنا دايما بنشرح منه المشاريع اللي هو مشاريع ايجي اه ده اه ايجي اه ايجي بروجيكس دوت ارج فهو مش شرط انه هو يكون مؤسسة اه المتاح في الاسم اللي انا عايزه هو الاسم ده بس او هو الامتداد ده بس فممكن ان انا اشتريه طبعا كل نوع من انواع دومينات ده بيبقى له سعر مختلف تماما وبيختلف من شركة للتانية طيب اه كمان في دومينات تبعها لبلاد او لدول اه فمسلا اه ممكن لاقي اف ار ده فرنسا ممكن لاقي اس اي سعودية اي جي اه مصر اه يو اس اه اه مسلا امريكا اه فعندنا كل دومين من دولة بيبقى تبع لمكان معين في دول اه مسموح بس انه حضرتك وبتشتري من الشركة اللي بتشتري منها او بتحجز منها دومين اه بتأجروا بالاحرى هو بيبقى اه بتسجلوا فيها باسمك بتسجلوا ببياناتك ففي اماكن بس بتقول انه يشترط انك عشان تبتلك الدومين داي يبقى حضرتك مسلا موجود في الولايات المتحدة زي اليو اس اه عندنا الدومينات في مصر مسلا اه وزارات ومسؤولة عن المكان ده في كل دولة من الدول اه او عن النوعية دي من الدومينات اللي هو مسلا زي عندنا في مصر وزارة الاتصالات مسؤولة عن ان حضرتك تستخرج او اه ترخص دومين دوت اي جي اه اسعار الدومينات بتختلف زي ما قلنا حسب الامتيازات او حسب الامكانات بتاعاتها وحسب الاقبال عليها فعندنا اكتر الدومينات اقبالا هو دومين دوت كوم ده اكتر ادومينات شيوعا واقبالا بين المستخدمين في العالم كله واكسر ادومينات انتشارة على الانترنت وعشان كده فيه شركات زي شركة نمشي بتطلق عليه كينغ كوم نجي بقى لاخر حاجه هنتكلم معنا النهاردة ايه هي الشركات اللي ممكن اشتري منها وايه هي اسعار الدومينات والله حضرتك وهي من شركة واحدة هي الاف الشركات يعني مش هقول لك حتى مئات الشركات لا في ايه شركات كتير جدا ممكن اشتري منها الدومينات طب اصعار الدومينات بتختلف من شركة تاني اه وفي شركت اه متخصصة في انواع معينة الدومينات فهتلاقيها عندها ارخص بكتير اوي من شركات تانية. طب في عروض اه في عروض. في كوبرنات خصم في كوبرنات خصم. آآ في شركات بتتبع عروض سنوية يعني. مثلا في البلاك فراي دي ممكن تلاقي شركة نيمشي بمنزلة دومين. آآ مثلا دوت كوم بسنت. يعني بحاجة اللي هو اللي هي اسكر. من ثمن وكم? اربعتشر دولار. آآ ممكن تلاقي شركة زي آآ جودة دي عمل التخفيض قليل. فخليته مثلا بخمسة دولار سبعة دولار حاجات دي كلها في البلاك فراي دي. في شركات تانية بتنزل في الاوقات اللي هي آآ زي زي عيد ميلاك كرفور عندنا هنا. فاللي هو اوقات معينة من السنة. في شركات بتنزل عروض على آآ منتجات تانية زي آآ خدمات اللي هي الهوست والبريد الالكتروني. آآ آآ دومينات بانواع معينة أو بفئة أو بامتدادات معينة. فتبقى بشكل مستمر بسعرها رغيصة عندها. طب انا بناء على ايه هشتري الدومين ده? بناء على آآ سعر الدومين في الاول. والسعر خالة بالك مش كل حاجة. لانو فيه بعد كده فيه حاجة اسمها سعر التجديد. فانا ممكن اشتري الدومين بمسلا بواحد سنت. وبعدين اكتشف ان انا هجدد الدومين ده بعشرين دولار او بتلاتين دولار بعد كده في السنة الجاية. لانو الدومين مش بيبقى بتاعك بتجدده كل سنة. فهكتشف ان انا هجدده بعد كده بسعر غالي جدا. آآ مهم كمان ان انا شوف الشركة اللي اشتري منها دي اللوحة تحكم بتاعتها أو سي بنال او كنترول بنال اللي انا هتحكم آآ بيها في الدومين بتاعي سهلة ولا صعبة ولا هيبقى اقدر اتعامل معاك شخص آآ مبتدق ولا لأ مش عارف الكلاب هاجد ليه. المهم فآآ الفاكرة انه احنا كمان لازم ابقى قادر انه انا اتحكم في الموقع بتاعي بقدر او في الدومين بتاعي بقدر الامكان آآ بسهولة حتى لو انا مبتدق. اقدر ان انا غير دي النس بتاع الموقع بتاعي بسهولة آآآ آآ اقدر ان انا يكون امردود فعل آآ تغييري لدي نس او ان انا اعمل اهو از Uznamm او ان انا ا اعمل آآ دي نس باسم دومين بتاعي يتهير بسرعة ويسمع معاي على الويب بسرعة. مهم ان يكون دعم الفني او خدمة ما بعد البيع للشركات دي آآ متوفرة طول الوقت فآآ آآ آآ ان انا اقدر اتكلم معهم pregunta او ان انا اقدر افتح تاكتة واتواصل معاهم فكل حاجات دي مهمة. وعشان كده هيقع الاخت sociار بالنسبة لنا على لانينا نساجل دومين من خلال شركة جودادي ان شاء الله وده هيكون في الجزء التاني لو حضرتك عاوز شوفه هيكون موجود بعد سبع ايام في نفس المقاعد على القناة بازن الله عايزة اشكر حضرتك لو كنت وصلت للمنطقة دي من كلامي واتمنى انه مكنش طولت على حضرتك بس حاولت ان انا اقول كل المعلومات المهمة اللي اقدر ان انا اقولها في الفيديو اه اتمنى الفيديو يكون عاجبك ولو عاجبك ما تنساش تعملوا لايك وتشاركوا مع اصحابك وهو اتعمل لايك وتنسى تعمل سبس كراب لقناة لو حضرتك اول مرة تشوفني ما تنساش تعمل سبس كراب لقناة وتفعل الجرس التنبيهات عشان نوصل جديد الافكار والمشروعات ودرسات الجدوة وافكار ربح من الانترنت اللي بنفع على القناة اشوفكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله السلام عليكم